وفي اسبانيا دافع رئيس الوزراء خسيلة وساثة باتارو عن اجراءات خفض الانفاق التي تبنتها حكومته بهدف خفض العكز الكبير في الميزانية يأتي ذلك فيما اظهر استطلاع للرأي ان حزب الشعب المعارض ضاعف تقدمه على الحزب الاشتراكي الحاكم منذ طرحة الحكومة خطة التقشف خفض عكز الميزانية ضروري لاسبانيا لمستقبلها القريب لانتعاشها الاقتصادي بهذه الكلمات دافع رئيس الوزراء الاسباني خسيل ويست ثاباتيرو عن خطة التقشف التي تبنتها حكومته بهدف توفير ستة مليارات دولار لتفادي الوقوع في ازمة ديون مماثلة لازمة اليونان دفاع ثاباتيرو عن خطة التقشف خلال قمة اوروبية مكسيكية يأتي رغم اظهار استطلاع للرأي ان حزب الشعب المعارض ضاعف تقدمه على حزبه الاشتراكي الحاكم منذ ان ترحت الحكومة الخطة وتعاني اسبانيا من عجز كبير في الميزانية يبلغ 9.2% من ناتجها الاجمالي فيما تصل نسبة البطالة الى 20% وهي ضعف النسبة في منطقة اليورو وضعف ما كانت عليه قبل عامين واضطر ذلك حكومة ثاباتيرو الى اعلان تدابير تقشف قاسية تشمل خفض رواتب الموظفين الحكوميين وخفض الاستثمارات العامة والانفاق المحلي والاقليمي والمساعدات التنموية وتسببت الازمة المالية لليونان في حالة من الخوف في اوروبا من ان تمتد عدوى ما حدث في اليونان الى دول اخرى في منطقة اليورو الامر الذي بات يهدد استقرار العملة الاوروبية الموحدة غير ان هيرمان فان رومبوي رئيس مجلس اوروبا قال ان حالة اسبانيا ليست مثل اليونان مضيفا في الوقت نفسه انه لا يوجد خيار امام مدريد سوى خفض انفاقها الاجراءات صعبة جدا لكنها شجاعة لانه لا يوجد بديل اخر وهي لن تضر النمو الاقتصادي فلا يوجد نمو دون ثقة في المستقبل ومثلما اثارت خطة التقشف التي طرحتها اليونان احتجاجات عارمة تظهر الاف الاشخاص في مدريد ضد الرأس مالية واجراءات التقشف التي اعلنتها حكومة ثباتيرو نحن في ازمة لقد خفضوا المرتبات نريد اضرابا عاما وستتحد جميع النقابات في ذلك ويبدو ايضا ان حم التقشف ستصيب دولا كثيرة في اوروبا ليطبق الجميع ما قلت رئيسة الوزراء الالمانية انجلا ميركل للمواطنيها في انه لا يمكنهم الاستمرار الى ما لا نهاية في العيش بمستوى يفوق قدرتهم ترجمة نانسي قنقر